اشتركوا في القناة التي دأب فريق البحرين طبي على التذكير بها حماية للمجتمع على مدى الشهور العشرة الماضية كانت مكافحة فيروس كورونا الشغل الشاغل للمختصين والعملين في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس بل ولكافة فئات المجتمع البحريني همهم مجابهة الانتشار وتصطير قصة نجاح بحرينية في الحد من تأثيراته على الصحة والمجتمع والاقتصاد واليوم وبعد أن حققت المملكة تقدما مشهودا في مواجهة الفيروس بدأت حملة وطنية للتلقيح أثارت هذه الحملة ارتياحا عاما كونها سبقت بحملة وطنية للتطوع على اختبارات المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح سينوفارم اللقاح المضاد لفيروس كورونا شارك في هذه التجارب أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة متطوع الخطوات العلمية المدروسة التي اتخذتها المملكة أدخلت حالة من الارتياح العام مصدرها التدرج في اتخاذ القرارات وتسيير الحياة العامة بالحدود الدنيا من التغيير وبما يضمن دوران عجلة الاقتصاد مع ما يرافقها من ضمانات لتعزيز صحة المجتمع باعتبار سلامة المواطنين والمقيمين هي الأولوية القصوى في نهج السياسة والإدارة في البلاد توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا مجانا وبشكل اختياري يمثل رأس سنام العمل طيلة الأشهر الماضية من انتشار الجائحة العالمية وهو مسؤولية صحية وواجب إنساني نهضت به المملكة قبل غيرها ذلك أن عقيدة الدولة اكتسبتها من خبرات تراكمت على مدى سنوات طويلة من الحكمة وإدارة الأزمات ترجمة نانسي قنقر